اشتركوا في القناة 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 كنا على تواصل الاتصال دائماً إما رسالة عادية أو لا هذا. أخر مكالمة كانت بيني وبينو نهار الخميس. أنا يومياً تنهضر إلا ما كانش مسألي سأقول ولدي صرد لي عيلايك كمساج نعرفك رك أنت بخير. هذا كشي. تنهار الجمعة والضبط في العشية تنتصل به التليفون مطفي. عودت أنا سيفت مساجات على تطبيق الواتساب ما واصلينوش. تخوفت تخلعت ولكن ماشيتها لديك الدرجة. قلت ما نعرف يكون مشغول مشاء الله صال أو لا في الجامعة أو لا يتكون الدشار جالو التليفون. عود في العشية نفس الشي. هذا الشي ابتداء من العشية تقريباً في العاصر هكك تقريباً. تنتفاجأ بنفس الشي أنه مات يجوش. عود في الليل درجة أني ضربتني الفيقة في الليل وقابلي مشوش. حسيت بشي حاجة ماشي هيديك لأنه ماشي منعته تيطفي التليفون. ماشي منعته. في الليل تنسون لي نفس الشي صافي. انتم ما عرفت كينه شي حاجة. لغد لي في الصباح من لي ما تجيب صافي. جنبنا هذه معمرها تختر على بالي أن ولدي فعلا تقتل. جاء بالي أنه تسرق له التليفون. قلت صافي مشال بالتليفون. شوية نشوف القناة دياله اللي كان يلاحل فعلا يلاحل واحد القناة. في واحد لي فيديو معدودين على الرياضة وعلى الحياة اليومية دياله ديال الشباب. تنشوف أنها تمسح منها. ما بقيت زاد الشكوك دياله. شوية نشوف أن البروفيل تهو التمحى. ولا اسمه أم. ما بقاش هذا. شوية مشات القناة. أول حاجة مسحو. هذا القناة. صافي جل بالي صافي ووقع شي حاجة مشي هديك. لغد لي نهار السبت تنتاصلوا عود نفس الشي لا يجيب. الأب دياله تصل بالحريز العمارة. عندما بنش لك ولدي أنوار قال شفتو البارح طالع مع واحد البلد. صافي اه. ومن ثم ما عودتش شافه في العشية شفتو طالع مع واحد البلد. من ثم ما ما وليتش شفتو. قالوا عافك ولي طلع ودق دق في الباب شوف ليكون عياه. يدق ودرنا هوت بارلور تيدق لا يجيب. صافي من ثم ما عرفنا أنه فعلا كينا شي حاجة اللي خيبة. شبرنا ومشينا لطانجة. ايوه. فش وصلنا. فتحنا الباب. تشوف الفاجعة الكبرى. ثم تعطل. ما معرفش. لحد الآن أنا ما ملقيتش الكلمة اللي توصف لي الإحساس ديالي. ولا هذا. الدنيا. أنا وباها. تنحس بالدنيا كلها طاحت. تعطل لي للإحساس ولا التفكير ما. ما شي حاجة اللي ما تقدريش تستوع بيها. تنقول رب. وش نحلم ولا تنشد. وش هذا حلم ولا حقيقة ولا هذا. ولكن الحقيقة أنور مقتول. مقتول مسكي. مقتول. وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل إلى الممات. حسبي الله ونعم الوكيل. أخفى معالم الجريمة. والغريب أن هذا. ما اللي ذا البوليس. زي ما أعلانوا عن اعتقال المتهم القاصر. ما رقوا تاشي حاجة. فقط أداة الجريمة. اللي هي. اللي هي ذا. آلة حادة. موس. اللي أنا ما كش نسمع. كذا بعليك ما كش نسمع. أنا ما كش حاسة. بالدنيا كاملة. كان الأحاسيس ديالي. ولا هذا كل شي معطل. ما مشوف تاشي حاجة. لدرجة أنا خمسطاشر يوم ما كليت تاشي حاجة. فقط نشرب الماء. فقط. من بعد شوية بدأت تجيني الأخبار وإشاعات. ولكن إشاعات لا أساس لها. كل شي كانت يضرب فيها مثلا. أنه لاحظنا واحد تضامن كبير. والله يجزيهم بخير. جميع أولادي وابناتي المغاربة اللي تضامنوا معايا. وعزوني وواسوني وقالوا كلمة طيبة في حق المرحوم. والله يجزيهم والله ينجيهم من شر الخلق. هذه كلها إشاعات. هذه الدار ديالي والدار العائلة. ودار محترمة. فعلا كانوا عنده أصدقاء وصديقات عادي في حل كل أي واحد. أي واحد عنده صديقات وأصدقاء. في الأول كانت واحدة بنتي المتهمة. لا هذه الجارة ديالي في حل بنتي. أي يا ساكنة هنا في حل بنتي. كبرنا مع بعض. نيتنا يمها في حل ختي. كنا كانوا في حل إخوة. كبروا في حل لا إخوة مع بعضهم. ويا ساكنة. كانت صدمة بالنسبة لي. هم راجعوا. ما عمروا تشكالي. هو كان متسامح. ما تحدى شي واحد يجي يقول لي أنوار أعمل لي شي حاجة. أو لا هذا. تنظن وصلوا للمتهمة بالرقم ديالها. أنا لقوا آخر مكالمة كانت هي الرقم ديالها. ما باش باش وصلوا للمتهمة. فأعلنت المديرية العامة الأمن بأنها اعتقلت فتاة قاصر هي المتهمة الرئيس في مقتل. في مقتل ولدي الله رحمه مسكي. تصريحات مشي منطقة. لنفرد مثلا كان هناك كان هناك تحرش أو هذا. هذا مبرر للقتل. هل هذا مبرر للقتل؟ هل هذا مبرر للقتل؟ هي متشبتة أنها دافعت وقتلته دفاعا عن شرفيه. وحدها من قامت بالجريمة. واخدت الحاسوب والبيسي والسوارت ديال الدار. سدو الدار بالسوارت. وغادرت من حيث جاءت. تصريحات مشي منطقية. تنتمنى أن تكون ما تنهضرش من العاطفة. أحد ما تجيش منطقية. لا شيء خابير. ولا شيء يقول لي أنت رأي ما شيء محيقة. هذا شيء لا يعقل. كيف أن فتاة قاصر وسبق لي قتلك وقعت لي مواجهة ديالها. أنها بنت شوية. أنا دبا مشي تنهضر عليها. هي وإنما تنهضر على الفعل الإجرامي اللي صدر منها. أنها بذيك البنية. ما يمكنش بوحدة لأجهزات على ولدي الله رحمه مسكين. كان رياضي. وخاصة أن الخبرة أكت أن هي ما فيها لم تتعرض لأي عنف. ما تعرضت لأي شيء اعتداء جنسي. وكيفاش هاد الولد ما قاومهاش. رغم أنه ما كانش تحت تأثير لمخدير لأولو. بحيث أنا وردت في التقرير الشريح الطبي. أنه انكذاب سبورتي في زمان. شيء واحد اللي قوي البنية. كيفاش مثلا هاد البنت بهاد البنية. وهذا قدرت تقتل. المرحم الله رحمه. وبذيك الطريقات. نقول لك طريقات. واحد ضربات اللي قوية ومسددة. طريقة احترافية اللي تيضربتها يعرفين يضرب. البلايس دلموت. هيدا ومشي هي بوحدة زران لحتقتها. أكيد. مشي بوحدة هي المعتقلة. معتقلة رفقة راشد. تهوى متهم. فقط بإخفاء معالم الجريمة. وإخفاء المتحصل. تلك شيء اللي دات في الدعطة له. وتخلص منه. من وقع الموجات؟ لا ما قدرش أنهضر معها. أنا كنت مريضة. هذا ما تنقدرش. كان صعيب. وباقي. والألم ما عمره يحيد. الأسرة العثمانية اللي كانتش حالها دي. ما شي هي دي يلدابه. السكوت والآلم والإحباط. والله يقوينه والله يفرج من عنده. هلشي اللي كي. بالنسبة للمواجهة. تواجهت معها. هي كتتكلم عادية. الأسئلة اللي كي يطرحها للقاضي. ولا كنت سأل عنها. ما تنسي تي هانسينا شيء أسئلة يعني. أنا كنسوولها بطريقة غير مباشرة. أنا كنسووله. قادي تحقيقها واللي كي ولي يسوولها. وكتجاوبها عادية. كتقول لك هي عيان. القصة المعروفة أنها كانت جتنا عنده وهو حاولي تدعليها جنسياً وهي قاومت وقتلاته معادياً دفاعاً عن شرفياً كان حدثاً عردياً وليس لها نية القتل يعني ما كانش هي كسقوبة أنا ما كانش عند نية القتل ما كانش عند نية القتل هذه هي الهضرة ديالة هي يا ولكن أنا بالنسبة لي ما يمكنش هي كما قالت الأم ديالوسر هذا أنا كنت سأل دماما علاش لا مداروها شي قاعد نهائياً تمتيل جريمة علاش يكا تمتيل جريمة وخأنه وممكن مشي معرفش تنام عن ما عندي شي تطاق هذه الأقوال ديالها غير متطابقة يعني تصريح تمهيدي مع التفصيلي ما شي هو هذا مش مطابقين وعلاش مدرك إعداد تجري إعداد تمتيل جريمة أسئلة اللي كنت نسول عليه إحنا يا توصلت هي مع أرقام خراف نفس الوقت ما تتمرت ذلك الأرقام ما جاوبنا عليها مع التشيحات الحارس كي يقول لك أنه آخر مرة شفت آخر دخول المرحوم دخل معه واحد شاب وخرج ذلك الشاب حتى بعد ما ما تقتل المرحوم ما كي بحطوش عليه شكون هو هذا الشخص هذا عطاهم أوصف ما كي بحطوش عليه نهائياً ما كينش نهائياً ما كينش نهائياً ما كينش يقصناً عرفوا هات الشخص هذا ويشوفوا الحارس وش هو هدا لأن هناك كينة أسئلة بقي غمض بقي مناطق رمضية ما تجاوب شعليا في التحقيق التحقيق بقى عنده شك واحد أنه ما يمكنش هي اللي حدفات لمسحات السميت والحسابات لكونت بقصونال ديالو ديالو السوشال ميديا علاش لأنه عنده تضارف الأقوال حول القين السري وهي قالت كي وصلت للدار المرحوم اعطاها القين السري أي عقل هذا عجوبوني أي عقل مثلاً واش إنسان أول مرة غنجي عنده أول حاجة غيعطيني القين السري ديال البيسي وديال البرتابل لا عجوبوني يريد نكون خطأ يريد نكون خطأ وباش تمسح قنات خاصة تكون عرف الجيميل وعرف القين السري وتتولي الدخل وتكون فيغمي شحن مرة باش تمسح قنات مشي سهل لا لا تلاقينا بهم في خلال المواجهة لا ما كان لا اعتدار ولا تشي حاجة ما كان لا اعتدار ولا تشي حاجة بل تعتبروا نصهم هي ضحية هي ضحية حيث مهم 17 سنة هي تعتبروا رأس ضحية هي ضحية تغرير أن والدي غرر بها وحاول الاعتداء عليها والتي هي الضحية لا اعتراض على قضاء الله تعالى وتعتبروا امتحا لنا ولكن لا للظلم نحن عائل حقد والدنا الحق والحقيقة ولا شيء غير الحق والحقيقة هذا شيء اللي كان واملنا كبير في المؤسسات القانونية دينا 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 نحن عدنا من المؤسسات القانونية ومن الترسانة القانونية والقواعد الجنائية دائماً حريصة على حفاظ حقوق المواطنين. هذا هو الأمل دينا فيها. هذا الإخوة دياله عيز الصمت. والصمت أخطر رسالة عند الإنسان. لأن وراء ذلك الصمت ممكن تخيل أي حاجة. قدم رأسي أولاً أخ الأصغار أنوار العثماني. الله رحمه في النهار هذا. كان الضرب أني يجيبوا لنا حقنا في أقرب وقت. بسبب الجريمة الشنيعة اللي مقدرناش نعيش من بعد كيفما كنا. اللي مزيانا دائماً نقدروا دائماً نوادك. الله يأخذ فيهم الحق. ماذا تفكر بك؟ ماذا تفكر بك؟. 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 دائماً. دائماً. الله رحمك. الله رحمك. أنوار كان كل شيء. هو اللي كان دير لون بيونس في الدار. ما ماضي. أبا. هاللي فخوتو. وحاجة أخرى. اللي تزيدي أكد. بالصحفة راديت كيفاش هذه واحدة قتلت. وانا تيهزني طلعني من الدرجة. الشي منين طلعت وانا تيهزني. جاني ذاك الإحساس. جاني ذاك الإحساس أن أنوار ماشي بي خير. كين ذاك التخابر. ذاك التخاطب بي الأرواح. كين. أنا حسيت به. حسيت وقع له شي حاجة. تيجيني في المناد. دائماً تنشفو عيتي يضحك. تنشفو عيتي يضحك. وكما تيهضرش معي. تنشفو عيتي يضحك. ولعله نتمنون الله سبحانه وتعالى أن يكون في الفردوس الأعلى. مع الصديقين والشهداء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.